السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقناة رواع الوصفات أهلا وسهلا فيكم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد اليوم إن شاء الله رح أعملكم كيكة باردة عملتها بدل الطرطة لبنتي في عيد ميلادها كتير أعجبتني وكتير سهلة وبسيطة للي ما بزبط معهم الكيك جبت بسكوت أي نوع بسكوت شاي وحطيت كوب من السكر وكوب من الحليب البودرة وكوب من الكاكا والخام بدي حركهم مع بعض هاي الكيكة كتير طيبة وكتير سهلة إن شاء الله رح تعجبكم بدي حركهم مع بعض وبعدين أخط عليهم معلقة فانيلا إذا في عندك سائل عادي بودرة برضو ما في مشكلة قطيت معلقة فانيلا بحركهم مضبوط عشان كل الخليط يجانس مع بعضه بعدين بدير كاست الحليب وبحركهم بدوبهم مع بعض حركتهم لقيت الخليط شوي جامد معي حطيت كمان نص كوب من الحليب لأنه لازم يكونوا شوي طراي طبعا لما أحطهم على النار مع السكر والمكونات راح تدوب شوي ويتصير طرية ولسه طبعا راح نحط عليها زبدة زي ما حكيت لكم لقيتها جامدة شوي حطيت كمان نص كوب من الحليب حركتهم مضبوط وبدي أحطهم على النار بعد ما يسخنوا بدي أحط عليهم تقريبا 100 غرام بعد ما حطيت الخليط على النار خلت بنتي تحركه لازم يضل فيه حدا يحرك فيه ما بيصير انه نسيبه على النار بدون تحريك كسرت البسكوت زي ما انتم شايفين تكسير مش ناعم يعني تقريبا نص ناعم ونص شوي يكون مبين البسكوت مسافة ما يسخن عندي الخليط حطيت بكتين من البسكوت زي ما انتم شايفين بعد ما سخن الخليط بدي أحط الزبدة وأحركها وأرجع أحطها على النار لحد يتمدوب معي بعدين بدنا نحطها على البسكوت بعد ما دوبنا الزبدة زي ما انتم شايفين حطيت الخليط على البسكوت بدي أحركه مضبوط لحد ما كل الخليط والبسكوت يجانسوا مع بعض ممكن تحطي معها مكسرات فستق حلبي عين جمل اللي بتحبيه ممكن انك تدخليه بهاي الكيكا بردو بصير جبت القالب دهنته شوية زيت وحطيت في الخليط وبعد هيك بدي أحطه بالتلاجة خليته تقريبا قد أربع خمس ساعات بعدين طلعته كيف نزينها جبت نوتيلة او اي نوع شوكولاتة عندك حطيت عليها ثلاثة ثلاثة من زيت القليه اي نوع زيت القليه بس يكون طعمه ذاكي وحطيته بالميكروويف ودوبته وبدي أحطه على الوجه طبعا بتزيين دايما زي ما بنحكي انه الموجود عندك ممكن تحطي ثلاثة بعد ما غطيته بالشوكولاتة بدنا نحط عليه الفواكه نزينها بالفواكه طبعا دايما بحكي لكم الموجود عندكم ممكن تزينه فيه ممكن تخليها على الشوكولاتة ممكن تحطي مكسرات اللي بتحبي تسوي فيها بتسويه هذا برجع لإلك ولزوقك والكيكة لليوم خلصت ان شاء الله بتعجبكم اذا عجبكم الفيديو لا تنسونا من لايك وششير ويعطيكم الف عافية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة